لديك سؤال لجارة تعنات وفاة عندها يومين ولا ثلاثة يا ربي رحمه إن شاء الله إن شاء الله آمين بارك الله وفيك مدبيا في آخر الحصات تبعو لها بررحمن إن شاء الله شكرا لك بارك الله سؤال تعي أن جادلنا أنا والأهل تعاها فيما يخص الماكلة لدينا الضياف جواهم بعيد كالي جواهم البيض وكالي جواهم وغيرا وفي قضية الأكل قلنا باللي يوكلوا من درهم الميت واحدة من العائلته قالت لي لأي جوز بحكم أنه من مات ما يبقى عنده حتى حاجة ملكة كل شيء يرجع للوراة نعم شكرا لك سؤالك واضح ومفهم نجاوبك على السؤال الآن بارك الله وفيك نعم شكرا لك الشيخ بالنسبة للميت لما يتوفى الله المال اللي يتركه هل وجب أيضا استغلال بعضا أو جزء من هذا المال في دفنه وفي إقامة مثل هذه الولائم التي تقام في الجنائز لما يجيك ضيف يعني بعيد لازم يعني تغديه لازم تعشيه هل يجوز الإنفاق من هذا المال أم هذا المال هو حق للورثة الشرعيين وهم من يتصرفون في هذا المال نعم هذا المال هو حق للورثة يعني بمجرد أن يموت صار مال الميت كله تلك التاركة كلها ميراث فبالتالي المال هذا الذي يتركه الميت بعد يعني يتركه الإنسان بعد وفاته هذا مال ميراث فيستأذن من الورثة إذا أرادوا أن يتصدقوا بجزء منه فالورثة هم الذين يقررون إذا كان توافقوا كلهم على أن يتصدقوا بجزء منه فلا إشكال في ذلك ولكن أن يأتي إنسان ويتصرف في هذا المال من غير إذن من الورثة فهذا لا يجوز شرعا خاصة إذا كان الورثة صغار إذا كانوا قصر وصغار فلا يجوز تصرفوا في أموالهم فهذه أموال لهم هم فإلا إذا أوصل الرجل هذا أوصى جعل وصية وقال إذا متوا فأخرجوا مبلغ مثلاً خمس ملايين عشر ملايين إجعلوا صدقة مثلاً فإذا أوصى فتنفذ الوصية أما إذا لم يوصي فهذا المال هو مال ورثة إذا توافقوا فيما بينهم اتفقوا فيما بينهم فلا إشكال نعم نعم